السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة في هاد الفيديو ان شاء الله هنقترح لكم هاد الكيكاف المول العجيب ديال بيم كيكا اللي كتجي زوينة بزاف في المدق وفي الشكل وما فيهاش بزاف ديال المقادير غير بجوج بيضات ونصف كاس ديال الزيت والتزيين كي تبقى اختياري كتزينوها باش ما بغيتو وكتجي زوينة بزاف كتحمر لوجه لوليداتكم وحتل الضيوف ديالكم خليكم معي في الفيديو اكتشفوا المقادير وطريقة التحضير في مقادير هاد الكيكا غنحتاج جوج بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ من الاحسن يكونوا جابدينهم قبل واحد الساعة من تلاجة وغنحتاج نصف كاس ديال الزيت زيت العادية ونصف كاس ديال سكر سانيدة او سكر حبيبات غنحتاج جياغورت بنكهة الموز او نكهة الفانيلا بجوجهم كيجي المدق ديالهم زوين في هاد الكيكا وغنحتاج صاشي ديال خميرة الحلويات من وزن 7 جرام او ممكن تستعملوا صاشي ديال 8 جرام جرام واحد ما كانش فرق صاشي ديال سكر بنكهة الفانيلا ورشة ديال الملح لتصحيح الضوء او لتعديل الضوء ودقيق الحلويات حسب الخليط هاد الكيكا غنطيبها في المول العجيب ديال بيم ممكن ديروها في اي مول عندكم او المول العجيب العادي اللي بغيتو وفي بول غادي مبدا ندمج هاد العناصر اول حاجة كنزيد البيض وكنزيد عليهم سكر بنكهة الفانيلا ونص كاس ديال سانيدة وكندمج هاد العناصر جيدا خسني ندمج هم زيان باش هاداك البيض او سانيدة كيتجانسوا مع بعضياتهم وكيدوبوا ديال سانيدة كيدوبوا مزيان ومن بعد كنزيد عليهم ياغورت بنكهة الموز كيف كتليكم ممكن تستعملوا ياغورت بنكهة الفانيلا او ايضا ممكن تستعملوا كاس مع مرش ديال الحليب ومنساش هديك القبيصة ديال الملحة ونص كاس ديال الزيت وغادي ندمج هاد العناصر جيدا حتى كيقول لي عندي واحد الخليط متجانس ومن بعد كنزيد دقيق الى دفعات على هاد الشكل ما نزيدش دقيق الى دفعة وحدة باش نتأكد من الخليط انه غادي يجيب الشكل اللي بغيت كيف كتشوفوا معايا فزدت واحد المعلقة ديال الدقيق وكما بدك هنخلط مزيان حتى ما كيبقوش هدوك الحبيبات ديال الدقيق الدقيق بطبيعة الحال راهم غربل كيف كتشوفوا معايا ده والقوام اللي حصلت عليه وده بغادي نزيد خميرة الحلويات في الاخير وغادي نخلط جيدا وبعد ما خلطت الكيكا ده بغادي ندهن هاد المول بالزبدة اه هو ما كيل السقش ولا كين نحتياط اه ندهنو بالزبدة غادي ندهنو من جميع الجوانب بحتى من دك التموجات اللي كينين في الجناب على هاد الشكل غادي ندهنو مزيان وغادي نرشو بالدقيق كيف كتشوفوا معايا كندوزو على جميع الجوانب هاد الخطوات كنقولهم بطبيعة الحالة المبتدئات فضروري نقول جميع الخطوات وكنحيد هذك الفائد ديال الدقيق ما كنخليش وكنهزي ديال فوق باش كنصب هذك الخالطة ديال الكيكا سافي وغادي نسرحها هكا وهذا هو الشكل ديال كيكا بعد ما خرجت من الفران كيف كتشوفوا معايا كتجي زوينة وما طالعش بزاف حت ديج جدرنا فيها غير بيضة وحدة وخميرة الحلويات وحدة وكتجي طلعش ويوم فشفش كيف كتشوفوا معايا واللون ديال هازوين وده بغادي نقلبها في طبصيل باش نخليها تبرد جانبا باش ندوز نصيب بالكريمة باش تشوفوا معايا الشكل ديال كيفاش كيجي هانتو ما كيفاش كيجي شكل ديال ها كتجي زوينة وهد المرة ما كيل السقش كيف كتشوفوا معايا بقال مول انقي ما كيل السقش وشكل ديال كيكا جزوين دابا غادي نخليها تبرد جانبا وغادي ندوز باش غادي نصيب الكريمة ديما الكريمة نصيبوها حتى توجد الكيكا في مقادير الكريمة غا نحتاج نصيترو ديال الحليب ومي زينا وسكر سانيدا اول حاجة كندير في الكسرول نصيترو ديال الحليب تقريبا وغا نزيد عليها جوج معالق ديال المي زينا وجوج معالق ديال سكر سانيدا او على حسب الضوء يعني ممكن تديرو مع القوحدة الى ما بغيتوش الكريمة جي حلوه من الاحسن بلا ما تديرو سكر ديال سانيدا حيث من بعد ما تطيب غادي نزيد عليها شوكولاتة السوداء يعني لما بغيتوش الكريمة جي حلوه بزاف غادي تكتافيو انكم تديرو غير المي زينا والحليب حتى يطيبوا عاد من بعد غادي نزيد عليهم شوكولات وشوكولات ديجا غادي يحليهم فهنا يا درت كيف كتشوفوا معايا نصيطر ديال الحليب جوج معالق ديال سانيدا وجوج معالق ديال المي زينا غادي نحركهم زيان وغادي نديهم فوق البوطة يطيبو مع التحريك المستمر حتى تعقد لي هذيك الكريمة عاد غادي نحيدها من فوق البوطة كيف كتشوفوا معايا هنا حركت هذي الخالط مزيان وحيث انا محتاجها جوج انواع ديال الكريمة واحدة غادي نخليها بيضا ووحدة غادي نزيد ليها شوكولات باش غادي يولي اللون ديالها اسود هنا غادي ننقص تقريبا كاس ديال هذي الخالط اللي فيه هنا شدورة وسكر سانيدا والحليب غادي نحتافظ به حيث غادي نصيب به كريمة اللون ديالها بيض وهد الخالط هاد غا نديرو فوق البوطة يطيب بعد ما يطيب آآ غادي نزيد عليه الشوكولات كيف كتشوفوا معايا هنا هذا غادي نخليه غادي نديرو فهد المول ديال السيليكون باش غادي نزين به الطرطة وهذا غادي نمشي نطيبو باش غادي ندير فيه القطع ديال الشوكولاتة تقريبا غادي نرفيه تمانية القطع ديالشوكولات وهدا وشكل الكريمة بعد ما وجدات وطيبتها احتى عقادت سافي طفيت عليها البوطة ودايبا غادي نزيد عليها تمانية القطع ديالشوكولات انا استعملت شوكولات ديال غالا زوين وكيدو بضغية سافي غير بمع ذاك الحرارة ديال هذي الكريمة هذك الشوكولات غادي دوب مع التحريك المستمر كيفك تشوفو معايا غير بالتحرك والديك الحرارة ديال الكريمة غادي ندوب وغادي نخويها فوق الكيكا كيفك تشوفو معايا وغا نسرحها سافي وغادي نخليها جانبا وبعد ما خويت هذا الخالطة ديال كريمة فوق الكيكا وخليتهم كيبردو جانبا هذك الكاس اللي حتى فتبين ديال الحليب المازينه طيبته احت عقاد وداً بغادي نخويه فدا المول ديال السيليكون مش غادي نزين به الكيكا من الاحسسنه لكن عندكم شوكولات بيض تضيفه في هذه المرحلة بعد ما يطيب الخالط وتضيفه كيف ما درت في الكريمة الأولى وتخلطوه غير بذيك الحرارة فكيدو بشكلات وشكلات كي يجعل هاد الخالط كي يجي مدغية و التف الماضيق كي يجي أحسن أنا ما متوفرش عندي شكلات لبيض دك الشيعة ما درتوش سافيك نخوي هاد الخالط ديال الميزيناء والحليب في هاد المول ديال السيليكون ممكن تتعملو اي اي شكل عندكم او اي مول كي تتوفروا عليه وهذا كيبقى اقتراح لتزيين فقط ممكن تزينو باي شكل بغيتو تزينو هاد الكيكا باي شكل بغيتو سافي غادي نخوي هاد الخالط ف هاد المول ديال السيليكون و غادي ندخلو حيت مزروبه الفريقو باش يجي مدغية و من بعد غادي نتلاقو في الشكل النهائي و هاد هو الشكل ديال الكيكا او الطورطة في المول العجيب كيف كتشوفو معايا كيف كيجي شكل ديالها كتجي زوينا بزاف و زينتها ب هادك الانصاف ديال القرقاع و هادك الكريمة اللي كنت حضرت معاكم في المول ديال السيليكون صغورين بعد ما اجمدو خليتو غير شي شوية حيت مزروبه ما خليتو مش اخدو راحتهم بردو مزيان و زينت بهم الفوق ديال الكيكا على هاد الشكل كتجي زوينا و شكل ديالها مختلف و دابا غادي نقطعها الكيكا باش تشوفو معايا شكل ديالها كيفش كيجي من الداخل مباشرة فاش زينتها بديتك نقطعها ما خليتها ش بردت على خطرها فانتو ما من الاحسن تخليها في تلاجة تاخد راحتها واحد ساعتين تقريبا هانتو ما شوفو شكل ديالها كيف كيجي كتجي زوينا و هادك الطبقة زوينا ديال الكريمة ديال الشكلات و الكيكا كتجي مفشفشة و رطبا يعني بلا ما تحتاج انها تسقاجة ارتبا ممكن لك تعجبكم كيكا مسقية انكم تسقيوها قبل ما تديرو الكريمة فانا جاتني ارتبا بلا ما نسقيها كتجي زوينا بزاف هكاف القوتي ولا الطيوف كتجي زوينا بزاف و شكل ديالها راقي و زوين و كتجي شي حاجة اللي ارتبا و زوينا و هادك الكريمة بحل صوس كتجي زوينا بزاف كنتمنا تعجبكم و الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تخليوا ليه لايك و تشتركوا الى اول مرة كتشوفوا القناة و انتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد و افكار جديدة و وصفات جديدة الى اللقاء شكرا